في تصريح خاصة تلفزيون البحرين أكد سعادة وزير المجلسين السيد غانم بن فضل البعينين على أنه لا يمكن أن تفرض أي رسوم على المواطنين دون موافقة للمجلس التشريعية الرسوم لا تفرض بمعزل عن السلطة التشريعية وكان توجيه جلالة الملك واضحا في قضية أن لا يكون هناك رسم إلا طبعا من خلال السلطة التشريعية وهذا أمر دستوري هذا نص دستوري في قضية الرسوم والضرائب فبيّنت لهم الإخوان أن كل الرسوم التي فرضت أو التغييرات في الرسوم هذه من ضمن القانون إما أن يكون فرض الرسم كمقدار واضح جدا ومعرف في ذات القانون أو يكون تفويض من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية في فرض الرسوم فلن يخرج الرسم في أي حال من الأحوال عن هذه الحالتين طبعا كان هناك كلام عن بعض الخدمات وبعض الرسوم هذه أيضا يجد سندها في نفس القوانين التي أخرت سابقا يعطي الوزير هذا التفويض في فرض الرسم وهذا أمر ليس بمستغرب وليس ببدعة في العمل البرلماني والعمل الحكومي عموما أن أما أن يكون النص في القانون تحديد الرقم الرسم أو أن يكون تفويض من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية في فرض الرسوم ترجمة نانسي قنقر